اهلا بكم طلابي وحبيبي طلاب الصف الاول الاعدادي مع مرة الدراسات الاجتماعية معاكم مستر علي السيد النهاردة هنبدأ مع بعض اول درس من دروس الوحدة الاولى والوحدة الاولى عندنا بعنوان المناخ والنبات الطبيعي يلا بينا مع بعض ناخد الجزء الاول من الوحدة الاولى وهو بعنوان عناصر المناخ زي ما قلنا مع بعض ان احنا هنبدأ درسنا النهاردة الدرس الاول عن عناصر المناخ بس يا ترى النهاردة هناخد ايه مع بعض النهاردة هنتعلم عن النظام البيئي والتغيرات المناخية هنتعلم مثلا ايه الفرق ما بين الطقس والمناخ وكمان ممكن نتعلم عن عناصر المناخ بتتكون من ايه يا ترى المناخ اللي احنا بينعيشه على مدار اليوم وعلى مدار السنة بيتكون من ايه بيتكون من الحرارة الضغط الجو والرياح بيتكون كمان من الامطار بس اول حاجة هنبدأ بيها مع بعض هنتكلم عن الحرارة يلا بينا مع بعض كده نبدأ درسنا النهاردة باول جزء مين فيكو يعرف يعني ايه كلمة مناخ طيب هو المناخ ده بيتكون من عناصر زي ايه طيب ايه الفرق ما بين الطقس والمناخ لكن كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض اللي احنا عايشين عليها بنظام مستقر يعني الانسان محتاج يعيش ويعيش حياة جميلة وحياة مستقر بس ربنا ادينا مجموعة من العناصر وشوية كده حاجات لما بنعيشها مع بعض ونعيشها في حياتنا بنبقى مبسوطين جدا ومستقرين من ضمن العناصر والموارد اللي ربنا اديها لنا طبعا المناخ طب تعرفوا ليه المناخ مهم طبعا المناخ مهم لان المناخ ده بيشكل حياتنا وهو اللي بيأثر ويختلف به كل جانب من جوانب الحياة يعني لو قلنا المناخ بيختلف بتختلف معاه حياة الانسان وحياة الحيوان والنبات ومن غير المناخ بتختلف الحياة وما بتكونش متزنة ولا متكملة فبنسأل نفسنا سؤال هل النظام البيئي اللي ربنا عمله بحكمة وبنظام لسه زي ما هو محتفظ بمميزاته ولا النظام البيئي حصل له تغيير طبعا نقدر نقول ان التكنولوجيا اللي احنا بنتعلمها والتكنولوجيا اللي احنا بنشتغل بيها يعني على قد ما لها مميزات على قد ما لها عيوب بمعنى ان احنا لو استخدمنا التكنولوجيا اللي هي الموبايل والامر الصناعي وغيره من وسائل التكنولوجيا لو استخدمناهم بشكل غلط طبعا ده بيؤثر على النظام البيئي اللي ربنا خلقه طب زي ايه مثلا كتر استخدام التكنولوجيا والافراط فيها عمل كارسة كبيرة جدا ادى الى ارتفاع درجة الحرار يعني الحر اللي احنا عايشينه مثلا في بلدنا مصر واللي ما كناش متعودين عليه طول عمرنا حدث ومن اسبابه التكنولوجيا وكمان من نتائج استخدام التكنولوجيا بشكل غلط انتشار الجفاف زي مثلا الارض اللي بنزرحها ما بقتش مناسبة للزراعة وتحولت لحالة من حالات التصحر يعني مش قادرة تطلع نبات وحصل في العالم اعصير بنسمع عن اعصار في اليابان واعصار في امريكا واعصار في بلاد كتير اوي كل ده برضو من تأثير التكنولوجيا كل دي اسباب حصلت وحاجات كتير اتغيرت بسبب التكنولوجيا اللي قدت الى تغير النظام البيئي طب ما تيجي يلا مع بعض ندخل في الدرس كده بسرعة ايه الفرق ما بين المناخ والطقس لما نسمع او نفتح التلفزيون ونشوف موزيع النشرة الجوية وهو بيقول ان الصيف السنة دي هيكون حر جدا او ان الشتاء هيكون مليان مطر وان الرياح شديدة هو كده موزيع النشرة الجوية او خبير الارصاد بيكلمنا عن فترة قد ايه بيكلم عن يوم ولا اسبوع لا طبعا بيتكلم عن شهر بيتكلم عن فصل كامل من فصول السنة يبقى احنا كده بنتكلم عن المناخ اذا المناخ ده عبارة عن ايه هو عبارة عن وصف الحالة الجو في فترة زمنية طويلة طب هنتكلم عن ايه في المناخ بنوصف ايه بنوصف درجة الحرارة بنوصف المطرة بنوصف الرياح بنوصف الضغط الجوي اذا المناخ هو حالة الجو في فترة طويلة لما نصحى من النوم وحنا رايحين المدرسة ونفتح الشباك كده او البلكونة ونلاقي ان الجو مليان هوى او الجو برد جدا ونقول ان النهار ده احتمال تمطر احنا كده بنتكلم عن فترة زمنية قد ايه واضح جدا احنا بنتكلم عن وقت صغير عن النهار ده مثلا عن اليوم او بنتكلم عن الاسبوع يبقى كده ده اسمه الطقس لان الطقس هو عبارة عن وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة يبقى ايه الفرق ما بين المناخ والطقس المناخ حالة الجو في فترة زمنية طويلة والطقس هو حالة الجو في فترة زمنية قصيرة يوم او يومين او اسبوع طب ما تيجي نجرب مع بعض كده نشوف الناس كانت مركزة ولا لا صحح ما تحته خط متوسط معرفة درجة حرارة اليوم او الاسبوع تعرف باسم المناخ طبعا هنصوب كلمة المناخ ونخليها بكلمة برافو عليكو الطقس طب متوسط معرفة درجة حرارة شهر او شهرين تعرف باسم الطقس طبعا كلنا قلنا اللي جابها الصح هي اسمها المناخ يبقى عرفنا الفرق ما بين الطقس والمناخ في الفترة الزمنية الي بيتكلم عنه شفتوا احنا اتكلمنا مع بعض ازاي عن الفرق ما بين الطقس والمناخ وطبعا كلكو شطرين وعرفتوا الفرق ان الفرق بينهم هو الفترة الزمنية الي بنتكلم فيها عن الحرارة والضغط والرياح والحاجات دي كلها وكمان عرفنا الفرق ما بين تأثير التكنولوجيا لو استخدمناها بشكل صح او استخدمنا التكنولوجيا بشكل غلط وان اغلب المشاكل الي موجودة في البيئة نتجة عن الاستخدام الخطأ للتكنولوجيا او بيسموها الافراط في استخدام التكنولوجيا لكن دلوقتي هنتكلم مع بعض عن ايه؟ هنتكلم عن مكونات عناصر المناخ العناصر دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الضغط والرياح والمطر والحرارة يلا بقى نقولهم مع بعض تاني بس بشكل مفصل زي ما احنا شايفين من الشكل اللي قصدنا ان عناصر المناخ هم عبارة عن تلاتة الحرارة والرياح والامطار طب يا ترى هنبدأ بمين فيهم؟ هنبدأ باهم واحدة في عناصر المناخ وهي طبعا الحرارة طيب ليه تعتبر الحرارة من اهم عناصر المناخ؟ حد عارف ليه؟ لان الحرارة تأثيرها على باقي العناصر قوي جدا يعني لو اتغيرت الحرارة بتتغير معاها باقي عناصر المناخ طيب مثلا منين اهم مصدر للحرارة؟ طبعا كلنا مع بعض قلنا الشمس هي اهم مصدر من مصادر الحرارة طيب الشمس بتمدنا بايه؟ بتمدنا بالضوء والحرارة على سطح الارض طيب معنا سؤال مهم كيف تختلف درجات الحرارة على سطح الارض رغم ان مصدرها واحد؟ يعني ايه؟ يعني مصدر الحرارة عندنا هو الشمس لكن الحرارة مختلفة من مكان لمكان تاني ايه اللي بيغيرها؟ اول حاجة واول سبب بيغير درجة حرارة الشمس من مكان لمكان هو اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض الشكل اللي قدامنا بيبين تأسيمة شكل الارض بالنسبة لدائرة الاستواء يعني كلنا اتعلمنا مع بعض في الفصل الدراسي الاول ان الارض مقسومة نصين جزئين نصف كرة شمالي ونصف كرة جنوبي طيب مين الفاصل بينهم؟ هو خط الاستواء او دائرة الاستواء؟ يبقى لما نيجي نقول الاماكن القريبة من خط الاستواء حر جدا والاماكن اللي بعيدة عن خط الاستواء بيكون درجة حرارتها مختلفة يبقى كل ما بنقرب من خط الاستواء بترتفع الحرارة كل ما بنبعد عن خط الاستواء بتكون اشعة الشمس طبعا اقل وكمان بتكون اشعة الشمس تأثيرها اقل جدا على المكان الجديد ده يبقى نقدر نقول ان الاماكن القريبة من خط الاستواء الشمس عليها بتكون عمودية وخوية والاماكن اللي بعيدة عن خط الاستواء بتكون اشعة الشمس مائلة وضعيفة ايه كمان بيساعد على تغيير درجة الحرارة؟ التضاريس يعني حبيبنا مثلاً اللي سكنين في سينة او الناس اللي سكنين في اماكن قريبة من الجبل ورحلات السفاري اللي بنعملها وبنطلع جبال ليه بيكون فوق الجبال درجة الحرارة قليلة؟ زي ما انتو شايفين في الشكل اللي قصدكو ان الاماكن اللي فيها جبال احياناً بيكون عليها تلج ازاي بيكون في تلج فوق قمة الجبل؟ طبعاً كلنا فكرنا بسرعة وقلنا لان الحرارة فوق الجبال بتقل بمعدل درجة واحدة مقوية يعني ايه؟ يعني كل ما بطلع 150 متر عن سطح البحر بتقل درجة الحرارة درجة واحدة طب عايزكم كده تتخيلوا لو جبل ارتفاعه 5000 متر وكل 150 بتنزل الحرارة كل 150 متر طبعاً بتنزل الحرارة درجة واحدة ده معناها ايه؟ ان اكيد فوق الجبل بتكون درجة الحرارة تحت الصفر وبيتكون الجليد تخيلوا بقى كمان معايا ان في بعض المناطق عند خط الاستواء زي مثلاً المناطق المدارية زي دولة كينيا فوق الجبال في كينيا بيكون درجة الحرارة اقل من الصفر وعندهم جليد يا خبر يعني بلد استوائية او مدارية ويكون كمان عندهم تلج؟ اه ايه السبب؟ لان الجليد بيتكون بسبب انخفاض الحرارة وطبعاً بيكون بسبب عامل التدريس يبقى عرفنا قد ايه التدريس بتغير درجة الحرارة؟ تعالوا مع بعض كده نشوف عامل تاني من العوامل اللي بتغير درجة الحرارة على سطح الكرة الارضية اللي هو القرب او البعد عن المسطحات المائية لما كلنا بنروح نصيف اسكندرية او في السحل الشمالي مثلاً ايه اللي بيحصل في الصيف؟ بنلاقي درجة حرارة الاماكن اللي بتبص على البحر او بتطل على البحر بتكون حرارتها معتدلة ده جاي سببه ايه؟ وكمان الناس اللي عايشة على البحر في الشتاء عندهم دفا يعني معقول كده؟ اه طبعاً لان ايه اللي بيحصل بالزب تعالوا مع بعض يعني مثلاً سكان اسكندرية بيكون درجة الحرارة عندهم معتدلة في الصيف وسكان اسوان بيكون درجة الحرارة عندهم حر جداً في الصيف ايه السبب؟ لان اسكندرية بتكون موجودة على البحر والبحر بيلطف درجة الحرارة واسوان موجودة في منطقة داخلية يعني جنب الصحراء بعيدة عن البحر وبيكون درجة الحرارة فيها عالية لانها مش متأسرة بالبحر يبقى كده عرفنا قد ايه الاماكن القريبة من المسطحات المائية بيتغير فيها درجة الحرارة والسبب طبعاً البحر ايه كمان من العوامل اللي بيتغير درجة الحرارة؟ احنا كده قلنا تلات عوامل قلنا الكربة او البعدة عن المسطحات المائية وقلنا كمان التضاريس وقلنا كمان الموقع بالنسبة لدوائر العرض ايه كمان عندنا بيغير درجة الحرارة؟ اربعة الغطاء النباتي الغطاء النباتي يعني ايه؟ يعني المساحات الخضرة اللي احنا بنعيش حواليها او بنعيش داخلها زي الغبات او المزارع الكبيرة الاماكن اللي فيها اشجار بيكون درجة الحرارة فيها قليلة لان الشمس بتكون قليلة فيها جداً وبتمنع اشعة الشمس ايه كمان بيغير درجة الحرارة؟ طول النهار يعني مثلاً لو النهار طويل الارض بتتعرض لكمية كبيرة من اشعة الشمس وطبعاً الحرارة بترتفع عشان كده لما بنكون عايشين فترة الصيف الناس ما بتنزلش وتخرج وتتفسح غير اخر النهار ليه؟ لان بيكون درجة الحرارة اقل طب احنا لو عايشين في فترة النهار فيها قصير يبقى هتتعرض لأشعة شمس قليلة وبالتالي بتقل درجة الحرارة يبقى عرفنا الفرق ما بين الصيف والشتاء بيحصل ليه؟ لان الصيف في فترة أشعة شمس اكبر والشتاء بيكون النهار قصير وفترة أشعة الشمس بتكون قليلة اتكلمنا مع بعض عن عناصر المناخ وقلنا ان الحرارة هي أهم عنصر من عناصر المناخ وقلنا كمان ان في خمس عناصر او خمس عوامل بيغيروا درجة الحرارة القربة او البعدة عن المسطحات المائية والموقع بالنسبة لدوائر العرض والتضاريس وكمان الغطاء النباتي وطول النهار يلا بينا مع بعض نأكد معلوماتنا ونشوف احنا فهمنا قد ايه اكيد طبعا كلكم فهمت كل الكلام ده واستوعبتوه بس معانا فقرة يلا مع بعض على السؤال الاول حدد صحة او خطأ العبارات الاتية تتساوى درجات الحرارة على سطح الكرة الارضية حد فيكو كده يفكر في السؤال درجات الحرارة على سطح الارض كلها متساوية طبعا على طول هنقول عبارة خاطئة لان درجة الحرارة على سطح الارض مختلفة بسبب اختلاف المكان طيب معانا سؤال كمان يؤدي اختلاف المناخ الى تنوع اشكال الحرارة حياة على سطح الارض اختلاف المناخ بيغير شكل حياتنا على سطح الارض طبعا كلنا قلنا عبارة صحيحة نقطة كمان تعد الامطار اهم عناصر المناخ حيث تؤثر في بقية العناصر المطر هي اهم عنصر من عناصر المناخ الاجابة بتاعتنا طبعا على طول عبارة خاطئة لان الحرارة هي اهم عنصر من عناصر المناخ ومعانا سؤال جديد الخطأ فين؟ ده عنوان سؤالنا يعني هندور على الكلمة الخطأ الكلمة الغلط ونصوح بها تاني نعيد ايجابتها بشكل صحيح اول سؤال بيقول الافراط في استخدام التكنولوجيا له اثار ايجابية على النظام البيئي طبعا كلنا هنغير اثار ايجابية ونخليها طبعا اثار سلبية ممتاز ايجابتكم سريعة وصحيح طبعا نشوف نقطة كمان المناخ يعني حالة الجو في مدة زمانية غير محددة لا طبعا هنشير كلمة غير محددة ونخليها المناخ يعني حالة الجو في مدة زمانية طويلة تعالوا مع بعض ناخد سؤال جديد اختر الكلمة الصحيحة من بين الاجابات المتعددة اهم عناصر المناخ هل هي المطر ولا الحرارة ولا الضغط الجوي ولا الرياح فكرنا طبعا هنقول ان اهم عناصر المناخ هي الحرارة سؤال كمان يطول النهار في فصل نقط انهي فصل من فصول السنة بيكون النهار طويل فصل الربيع ولا الخريف ولا الصيف ولا فصل الشتاء طبعا هيكون فصل الصيف ممتاز ليه اخترنا فصل الصيف لان الارض بتتعرض لاكبر قدر من اشاعات الشمس كمية كبيرة من اشاعات الشمس طبعا ناخد سؤال كمان تقل درجة الحرارة كلما بتعدنا عن نقط مدار السرطان ولا مدار الجدي ولا دائرة الاستواء امتى درجة الحرارة بتكون قليلة لما بنبعد عن مين عن السرطان ولا الجدي ولا الاستواء طبعا على طول كلنا قلنا عن دائرة الاستواء لان بيكون اشاعة الشمس مائلة حبايبي طلاب الصف الاول الاعدادي بنهاية اسئلة اكد فهمك انتهى الجزء الاول من درسنا النهاردة عناصر المناخ اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة اللي جاية مع الجزء التاني من عناصر المناخ والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم شكرا